بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في الآيات السابقة الله تبارك وتعالى تطرق إلى ذكر مثالب بني إسرائيل وأسباب انحرافهم وسقوطهم وبين سلبيات كثيرة فيهم وفي هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يذكرهم بالنعم الكثيرة التي أغدقها عليهم لأن الله تبارك وتعالى يريد خيرهم وصلاحهم ولذا حباهم بنعم كثيرة وربما السر في تذكيرهم بالنعم كرارا ومرارا هو لبيان هذا الموضوع أن الإسلام لا يعاديهم كأشخاص فإذا ذكر مثالبهم ورضائلهم الأخلاقية وأسباب انحرافهم فليس ذلك إلا لمعالجة هذه الأمور كالطبيب الذي يبين المرض فهل هو يعاد المريض؟ كلا إنه يريد سلامته فيشخص المرض ثم يشخص العلاج فالإسلام يريد لهم الخير والصلاح فلا ينكر فضائلهم وإيجابياتهم فتلك الآيات السابقة بيان لأفعالهم السيئة فإذا ابتعدوا عنها فلا مشكلة للإسلام معهم بل سيزدادون فضلا إلى ما فضلهم به الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ما هي تلك النعم؟ هناك نعم كثيرة منها إرسال الرسل إليهم ومنها إهلاك عدوهم ومنها أنه تبارك وتعالى جعلهم ملوكا وخلائفا في الأرض ومنها أن الله تبارك وتعالى وسع الدنيا لهم كما قال تعالى إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتى أحدا من العالمين وأني فضلتكم على العالمين فضلهم الله على العالمين الذين كانوا في زمانهم وهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى فبنوا إسرائيل كانوا مفضلين على سائر الأفراد في زمانهم فأن المؤمن أفضل من غيره فيكون مفضلا على كل أهل العالم في زمانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما يعني خافوا يوم القيامة فلا تعملوا ما يوجب العذاب والعقاب ذلك اليوم الموصوف بأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا هناك وإنما ترى كل نفس جزاءها العدل فلا يتحمل أحد وزر أحد ولا يتحمل أحد عقاب الآخر بل كل نفس بما كسبت رهينة ولا يقبل منها عدل يعني لا يقبل منها فدية تعادله لفكاك رقبته من النار فلا يمكن للإنسان أن يفك نفسه من النار بالفدية والمال ولا تنفعها شفاعة بدون رضى الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى لا يأذن بشفاعة كل أحد فلا تجمل الشفاعة للكافرين مثلا ولا هم ينصرون من عذاب الله فلا ينصر أحد أحدا فلا ينصركم الأنداد ولا الأصنام ولا المستكبرون كل هؤلاء لا يتمكنون من فعل أي شيء هذه الوسائل الموجودة في الدنيا لخلاص المجرم لا توجد هناك في الجرائم الدنيوية يمكن للإنسان أن يتخلص منها بإحدى الطرق كالرشوة في القضاء مثلا أو الخطأ فيه أو الكفالة أو الغرامة المالية أو يقوم ببعض الأعمال يكفر عن الجريمة أو الوساطة بغير حق من دين وفوذ أو قوة وسلطة تدافع عن المجرم مثل السلطة العليا أو العسكر أو ما أشبه ذلك أما في عالم الآخر بالنسبة إلى الكفار كل هذه الأمور لا تنفع فلا تزر وازرة وزرة أخرى لا فدية ولا عمل ولا وساطة ولا شفاعة نعم الشفاعة موجودة بالنسبة إلى المؤمنين الذين ارتضاهم الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كل هذه الوسائل الموجودة في الدنيا لا تنفع إنما الذي ينفع هو عمل الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فعليكم يا بني إسرائيل وعليكم أيها الناس بالإيمان والعمل الصالح ومعهما يتقبل الله تبارك وتعالى منكم الأعمال ويأذن الله في الشفاعة لكم وهو ينصركم وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين ومعهما يتقبل الله تبارك وتعالى منكم